اشتركوا في القناة السلام عليكم الناس كديرين نهاركم بروك اليوم لديكم طريقة المعتمدة للصفة بالزبيب القرفة نقوم بمقادر كيلو الصفة والشعرية الكوكا والزيت وقليته بارد السكر الزبدة السيت زبيب القرفة الزبدة اول نضيف الملح الزبدة الماء السخون الزبدة والزيت سوف تقوم بتحديد الناس الماء 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 الزبدة نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت لمدة ربور ساعة المقان من 10 إلى 15 دقيقة نضيف الزيت نضيف الزيت ربور ساعة المقان دابا. نخويها في البرمة اللي فارض فيها. سوف يبعد ما دابا قدرناها نخوها دابا في الكسكاس. سوف تصفى. سوف تصفى بالمدك الماضي بطيب. سوف نضع لها الماء بعرض لكي تبرد لنا. سوف نضع لكي تبرد لنا. سوف نضع لكي تبرد لنا. سوف نضع لكي تبرد لنا. نضع لكي تبرد لنا. ونخلطه. 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 ونخلطه لتشرب الماء لهم. بما لا يسخن لنا. لنا دي جانا كدير مقراجي الماء يطيب. لذلك الماء دي اللي كان في السفا شربته السفا مبقا غا شوية. لقيت المقراج لقيت وواجد لي سخون. سفر البنات دابا هانت فات شوفو ينشفت ونبقات لاما لتشي حاجة. ما حليس نفك فيها بشوية بشوية ونخلط فيها هكا. وهي غا ذا وتنشف. اتبارك الله يزادت. هانت كديرا. وناشفة ما كناش نقطة الماء يقعد ضع فيها. هانت شو اخويتها كاملة في البرماء. ما كنش ما كنش فان قطة الماء. بسم الله. اخويتها. قمت بسرعة. اخويتها في البرماء. قمت بسرعة شوية. عليها تزيدا اشترك في القناة اشترك في القناة اشترك في القناة في الكسكاس نخلطها الشعية نصفة نبقى الشعرية نصفة 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 نارجم نصفة نارجم اشتركوا في القناة